السلام عليكم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتك وليتذكر أولو الألباب نعم إن هذا القرآن ما أنزل إلا لهذا السبب العظيم وهو التدبر والتذكر والتحكيم من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عن دعا إليه خجأ إلى صراط المسلم زي ما أودك بحب أبدأ دايما بدعوة من الحبيب صلى الله عليه وسلم بيدعيلك من الوجه فيقول ندر الله امرئ سمع مقالسي فوعاها فبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه نبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك وصية غالية أو يبلغوا عني ولو آية بلغوا تكليف عني تشريف وآية تخفيف اتفقنا إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث من ضمنها علم ينتفع به فحاولي دايما افتحي سلسلة حسنات جرية من نحيتك تفضل الحسنات دي شارية غالة وجارية معاك في حياة وبعد مماتك تاني حاجة بحب أبدأ بيها بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشركم بمغفرة كل الزنوب بل بتبديل السيئات حسنات بفضل إيه بفضل مجلس الزكر اللي احنا فيه دلوقتي قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمع يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه إلا نداهم منادب من السماء نقوموا مغفورا لكم سيئاتكم حسنات والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله ما غنيمة مجالس الزكر إيه الأجر إيه السواب من مجلس الزكر اللي احنا فيه قال غنيمة مجالس الزكر الجنة فكل ده الله عليه وسلم بيقول لنا إن ربنا بيباهي بنا الملائكة أيوة نبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فبيقول لهم ما أجلسكم قاعدين تعملوا إيه قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هاتف قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك أنتم مش قاعدين إلا عشان كده فالنبي صحابه قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمه أني لم أستحلفكم تهمة لكم لكنه آتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة استشعري أن أنت أعدف روضة من رياض الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا هما رياض الجنة يثني عليكم عندهم أسأل الله عز وجل وإياكم من المتحابين في الله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم ليبعثن الله أقواما يوم القيام في وجههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء الناس تتمنى تبقى مكان الناس اللي وجوههم نور دولة يا ترى مين دولة فالصحاب قالوا يا رسول الله صف قالهم هابون في الله من قبائل شتى ومن بلاد شتى يكتمعون على ذكر الله يعلني الله وإياكم منهم يلا بينا نبدأ رحلة التدبر للقرآن وعايزة أبدأ معاكم النهاردة إن شاء الله بسورة عايزة أقول لك السورة دي طول ما هي في قلبك اوعد خافي اوعد خافي ايوة كيف تخافين وهي معك سورة النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أخذها بركة وتركها حصرة ايوة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة أيضا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بست الشيطان ينفر بيئس من إضلال وإغواء أهل سورة البقرة ببركة قرائتها وامتسالهم لما فيها اتخيلني كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك الشيطان بيه رب من البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة يعني كإني بقول سورة البقرة والشيطان لا يكتمعان أبدا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان هيا مع بعض كده أنا وانتو يلا بينا نعمر بيوتنا بالملايكة ونطرد منها الشياطين بتدبر سورة البقرة لما قلتلك اوعد خافي وهي معاك كيف تخافين وهي معك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا وخطي لي كم خط كده تحت الذين كانوا يعملون به في الدنيا إن هقول لي يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحان عن صاحبهما أي تدفعان عنه العزاب وفي رواية كأنهما غمامتان تظلاني من حر الشمس خيلي الهول والفزع يوم القيامة اللي ربنا سبحانه وتعالى ألعب يوما يجعل دانا شيبة وعندها تجدي بجوارك ما يطمئنك تجدي بجوارك يدفع عنك العزاب أو عندما يشتد الحر بسبب اقتراب الشمس من الرؤوس ويأخذ العرق أصحابه أنت تكوني في ظل البقرة وآلي عمران لمين السواب العظيم ده؟ لقارئي البقرة وآلي عمران لمن أكثر تلاوتهما لمن أكثر عملا بأحكامهما فتعودان إليه بردا ورحمة في وقت هو أفواج الناس إليه ما فيه عشان كده النهاردة بنقول سورة البقرة لها فضل عظيم أي في حديث يا جماعة للرسول صلى الله عليه وسلم عايزة أشكد الحديث ده فضل سورة البقرة لأن تجيبني قيمة سورة البقرة أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركزي معايا شوية كده في الحديث ده نبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه اقرأوا القرآن سأقول لك الحديث الأول على بعضه وبعدين أشرحه لك اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهر وإن البقرة وآل عمران فإنهما تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما نفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصينا بإيه أول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن يا جماعة ده وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حل بالكم بيقول لكم اختنموا قراءة القرآن دوموا على تلاوة القرآن لي يا رسول الله فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا يوم القيامة بيبقى مشفع إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لنين لأصحابه مهمة أو الكلمة دي يشفع لأصحابه بيشفع للمصاحب للقرآن المداوم على تلاوته يعني القرآن مش حيجي يشفع للناس اللي بيفتحوه من رمضان لرمضان كده وبقيت السنة كلها هاجرينها القرآن مش حيجي يشفع هاجر كتاب الله ده لازم تكون يمصحبة القرآن هل لو لك صحبة غالية عليك حتسبيها من رمضان ما تسأليش عنها مش ممكن تكون صحبتك فإنه يأتي قوم القيامة شفيعا أي مشفعا لأصحابه الأصحابه اللي هو ببقى المصاحب الملازم وبصه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يقول إيه إقرأوا الزهروين الله دا لسة كان بيقول إقرأوا القرآن دا تعميم وبعدين راح جايب على وجه الخصوص قال إقرأوا الزهروين الزهروين دولة الزهروين تأنيس الأظهر أي وعنى الأظهر الأظهر هو المضيء الشديد الدوء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سبق البقرة وقال عمران الزهروين أي المنيرتين لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهما فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما عند مكان القمرين من سائر الكواكب تخير البقرة وقالي عمران منزلتهم الزهراويتنا الأزهر معناه المضيء الشديد الضوء فكلمة الزهراويت للأثر والأجر الناتج من قراءتهما منيرتين البقرة وآل عمران رسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا على وجه الخصوص الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما ليه يا رسول الله بتوصي بيهم ليه فإنهما أي ثوابهما الذي استحقوا التالي العامل بهما أو أن سورة البقرة وآل عمران يتصدان ويتشكلان فإنها تأتيان البقرة وآل عمران تأتيان يعني تحضران يوم القيامة كأنهما غمامتان أنت وقفة يوم الناس وقفين في شدة العرق وفي شدة الحر وخلي بالك العرق كل واحد على حسب عمله ممكن إنسان العرق على قد مثلا ممكن إنسان العرق يزيد يبقى لغاية ركبته ممكن إنسان لغاية حقويه يزيد العرق سوء العمل ممكن يزيد لغاية ما يوصل لعنقه ممكن يزيد لغاية ما يبقى العرق لجام عيازا بالله يعني إيه الجام؟ يلجى من البق ومش قادر تحبوها وميدخلش كناس قال الله العفو العافية اتخيلي يعني ناس وقفة بالمشهد ده وإنتي تطلعي تلاقي سحبتين بتظلك يوم القيامة عشان كده رسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة كأنهم غمامتان سحابتان تظلان صاحبهما عن الموقف تبقى سحبتين كده ويزلك من فوق راسك كده سحابة بقرة سحابة البقرة وصحابة آلي عمران أو غايتان غايتان بالياءين يعني أقلية في الكسافة من السحابة يعني السحاب ممكن يكون سميك فممكن يغم الضوء شوية ويمخو الضوء لشدة كسافة السحابة فيقولك ده ممكن غايتان أقل منهم في الكسافة بتبقى إلى رأس صاحبهما كما يفعل بالملوك فيبقى فيه ظل ويبقى فيه ضوء غمامتان أو غايتان أو فرقان فرقان بكسر الفاء أي طائفتان من طير فرقان من طير صف راسك طائفتين من طير كلمة صواف باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض متخيرها الكل وقف الحر يوم القيامة في شدة الحر وانت طلع فوق رأسك لإما سحابتان لإما غايتان أقل شوية في الكسافة في زل وفي ضوء لإما فرقان من طير صواف صواف يعني الطير باسط أجنحته كده فوق منك وفوق رأسك ومتصلين ببعض بيعملوا إيه دول تحاجان عن صاحبهما تحاجان السورتان دول البقرة وآل عمران تدافعان تجادلان تخاصمان عن أصحابهما شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصيك بإيه اقرأوا الكرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قد تيدي خط تحت أصحابه دي وعلى وجه الغزول اللي اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيان أو فرقان من طير صواف تخيلي نفسك إنك تكون يوقفة وفوق منك سحبتين كده وفوق منك الطير جاي كده مشبك أجنحت وكده مع بعض وبيضلك وبيدفوا عنك بصي بقيت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه اقرأوا سورة البقرة قال لك ده تخصيص بعد تعميم التعميم في الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اقرأوا الكرآن وبعدين خصصت لك على وجه الخصوص قال لك اقرأوا الزهراوي البقرة وقالي عمران وبعدين خصصت لك أكثر قال لك اقرأوا سورة البقرة يبقى أمر أولا بقراءة الكرآن وعلق بها الشفاعة وبعدين خصت الزهراوين للتخلص من حر يوم القيامة ثم أفرد ثالثا البقرة فيها ثلاث أمور قال إيه عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أخذها يعني ايه أخذها يا جماعة الموظبة على تلاوتها التدبر في معانيها زي ما احنا بنعمل هنا مع بعض العمل بما فيها إن أخذها يبقى أخذها مقصود بها إيه الموظبة على التلاوة التدبر في المعاني العمل بما فيها أخذها بركة بركة يعني إيه منفعة عظيمة عايزة بركة في بيتك تتدبري سورة البقرة عايزة بركة في بيتك يبقى أقري كتير سورة البقرة يقولك فإن أخذها بركة دي نمر واحد نمر اتنين تركها حصرة اللي سيبسو بقرة حصرة وندام عليه يوم القيامة كما ورد ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها يبقى أخذها بركة تركها حصرة بصي التالتة دي بقى ولا يستطيعها البطلة لا يستطيعها البطلة لا يقدر على قراءتها لا يقدر على تحصلها وتدبرها وفهمها مين اللي ما يقدرش على كده يا رسول الله البطلة مين البطلة البطلة فيه تفسير لإما أصحاب البطلة والكثالة لطول سورة إنها 286 آية أنت أحيانا تقولي الوحدة كده تقول لها اقري سورة البغرة تقول لها لا 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 دي طويلة قوي ده كتير أنا حقراف قد إيه فالبطلة هنا مقصود بهم مين أصحاب البطلة والكثالة لطولها في تفسير البطلة أيوة السحرة طب ليه سمي السحرة بطلة لأن ما يأتون به باطل فسماهم باسم فعلهم البطل أي لا يقدر على صاحبها السحرة اللي في قلبه سورة ما يقدرش يقربه شيطان ما يقدرش يقربه ساحر ما يقدرش يدبر له أمر سحر لقول الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله طيب اسمعي الحديث التاني كده يؤتب القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يؤتب القرآن يطرى حيؤتب القرآن يطرى يؤتب القرآن ثوابه الله أحلم يؤتب القرآن متجسدا أو بسوابه يقرب قيامه وأهل الذين كانوا يعملون به عايزة تكوني من أهل القرآن يبقى لذب تعملي بالقرآن يبقى كلمة أهل الذين كانوا يعملون به دل على أن من قرأ ولم يعمل بالقرآن لم يكن من أهل القرآن ولا يكون شفيعا لهم القرآن يوم القيامة بل يكون القرآن أج عليهم عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه يعني تتقدم أهله سورة البقرة وآله تحاجان عن صاحبهما تدفعان عنه العذاب قدرت أقذف في قلبك حب سورة البقرة رسولك صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة تركها حصرة لا يستطيعها البطلة يلا بينا مع بعض نبدأ في بداية سورة البقرة أولا أنا للقاء السابق قلت لكم في حاجة اسمها ترتيب نزول وفي حاجة اسمها ترتيب مصحفي اللي هو الترتيب التوقيفي اللي هو علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي أطلعنا عليه اللي هو إيه الترتيب المصحفي اللي بين إيدينا إن سورة البقرة رقم كام رقم 2 ده ترتيب مصحفي ترتيب النزول يعني وقت ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت نزلت رقم كام 87 في ترتيب النزول نزلت بعد المطففين وقبل الأنفال أقول تاني رقم اتنين في ترتيب المصحف رقم سبعة وتمانين في ترتيب النزول نزلت بعد المطففين وقبل الأنفال طيب سورة البقرة مدنية ولا مكية يعني إيه يعني أحيانا بنسمع يقولك مكية السورة دي مدنية طبعا عرف منين النهاردة ان شاء الله كلام اللي هقوله ده النهاردة بإذن الله في أول لقاء مش هنعوده تاني بعد كده ان شاء الله بس لازم أقوله في أول لقاء كأني بحط الأساس لتدبر القرآن عايزة أعرف السورة دي مكية والسورة دي مدنية عايزة لما القرآن بيطلع أقول آه السورة دي مدنية السورة دي مكية إذا هو ينفع أعرف آه أعرفها إزاي حديكي نهاردة فروق بين السور المكية والسور المكية وهعيد الكلمة اللي دايما بقولها العلم صيد والكتابة تقيده يعني ممكن أصطدق سورة واسبها هل كسبت حيا؟ ما طارت مني زي بالظبط العلم بتصطديه وبيهرب منك أعمل إيه؟ قيد العلم للكتابة عشان كده إنما صيب يقول لك قيد العلم كتابته فيريت لو ورقة صغيرة كده وكتبي الفرق بين السور المكية والسور المدنية أولاً هو كم سورة مكية وصورة مدنية؟ العلماء قالوا لك حاجة جميلة أوي لو قلت لك رقم دلوقتي السور المكية 86 السور المدنية 28 أيو حنسة دي كام ودي كام أعمل إيه؟ يقول لك خجي عدد آيات سورة البقرة عدد آيات سورة البقرة كام؟ 286 خجي 86 الأولينين دي عدد السور المكية خجي 28 الأخرينين دي عدد السور المدنية يعني طريقة كده عشان ما تنسيش السور المدنية والسور المكية قد إيه؟ طب السور المكية قد إيه؟ 86 يعني حوالي سلوسي القرآن تلتين القرآن إحنا عارفين إن الله عز وجل أنزل الكريم على نبيه منجماً ومفرقاً ولم ينزله جملة واحدة لقوله تعالى وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة ربنا قال لهم إيه؟ كذلك لنتبت به فؤادك ورطلناه ترتينا فكان نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة بعضوا نزل في مكة وبعضوا نزل في المدينة فالسور المكية 86 صور المدنية 28 طيب عايزة أفرق بقى أول ما اسمع صورة أقول لك دي صورة مكية نمر واحد في الصور المكية كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية ايه ده؟ كل ما ألاقي صورة فيها لفظ كلا أحكم عليها وقول إنها مكية أيوة كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية ولم يارد لفظ كلا إلا في النصف الأخير من القرآن ابتداء من سورة مريم اللي هو الجزء 16 لقى من قبل سورة مريم مش هتلاقي وراء سورة فيها كلا ابتداء من النصف الأخير من القرآن من سورة مريم لآخر المصحف هتلاقي فيه كلا كلا هتيجي كم مرة 33 موضع في 15 سورة معلش أنا مضطرة لازم أقول الكلام ده فأول لقاء عشان نحط البيض كلا نحط الأساس اللي هنمشي عليه كل سورة فيها لفظ كلا أعرف إنها سورة مكية طيب نمرة 2 كل سورة فيها قول الله عز وجل يا الناس وليس فيها قول يا أيها الذين آمنوا ليه إحنا كنا لثا في مكة فمكة لثا ما فيش يا أيها الذين آمنوا دي أسمعها فيه أسمعها في المدينة فهقولك دلوقتي في الصورة المدنية لكن الصورة مكية كانت بتخطب مين بتخطب الناس فهتلاقي يا أيها يبقى كل سورة فيها قول يا أيها الناس وليس فيها قول يا أيها الذين آمنوا باستثناء صورة الحج طرها يا أيها الذين آمنوا بكعوا وزجدوا اتفعنا رقم 3 لصورة فيها قصص الأنبياء باستثناء سورة البقرة كل سورة فيها قصص أنبياء هقول عليها مكية باستثناء مين باستثناء سورة البقرة اللي احنا فيها لأننا هنلاقي فيها قصة وإبليس نمرة كل سورة تفتح بالحروف المقطعة فهي مكية معدى البقرة وآلي عمران كل سورة تفتتح بالحروف المقطعة فهي مكية معدى البقرة وآلي عمران آخر حاجة الصور المكية بتتميز بآياتها قصيرة عبارتها مختصرة ووضع قال لي تقول صور المكية فيها لفظ كلا شمعنا يعني لأن النصف الآخر من القرآن نزل أكثره بمكة ومكة كان أكثرها جبابرة فتقررت هذه الكلمة على وجه التهجيد والتعنيف لأهل مكة والإنقار عليهم يبقى كلا للردع والذجر عشان كده نزلت لأهل مكة يقول لي كلا بل تحبونا العجلة كلا إنها لطفة كلا بدلنا في الحطمة هكذا يبقى حكمة كلا إيه إن الجزء النصف الآخر من القرآن نزل أكثره بمكة مكة أكثرها جبابرة فتقررت هذه الكلمة للتهجيد والتعنيف دي الصور المكية اتفقنا كده إيه كمان في الصور المكية صورة يكثر فيها التركيز فيها على ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب أول ما تلاقي صورة فيها جنة ونار وسواب وعقاب وتسكير بالآخرة أعرفني دي صورة مكية اتفقنا كده طب ادخليلي على الصور المدنية اللي هي 28 بتركز نمرة واحد التشريعات إيه؟ الحدود الفرائد اللي بتنظم أمور المسلمين لأن الصور المدنية دي بعد تكوين الدولة الإسلامية في المدينة فمحتاجين أحكام محتاجين منهة غرباني يعني الصور المدنية هتلاقي فيها أحكام زي إيه مثلا أمر بالجهاد هتلاقي المواريس هتلاقي المعاملات هتلاقي أمور الزواج والطلاق والعدة والحاجات دي كلها أعرف إنها صور مدنية أول ما لقي صورة فيها أحكام وتشريعات وجهاد إنها صورة مدنية نمرة نين الصور المدنية أعرفها من نين مخاطب الكتاب من اليهود والنصارى لإن في المكة ما كانش فيه يهود ونصارى يهود ونصارى كان موجودين في المدينة يبقى مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى أعرف إن دي صورة دي إيه؟ مدنية ثلاثة السورية تتحدث بكثرة عن المنافقين لإن المنافقين مكة ما كانش فيه نفاق لإن مكة كانوا أساسا مصطبع فيه النفاق ده بيظهر إيه يا جماعة لما المسلمين يبقوا أقوية فالمنافقين مش قادرين يجهروا بالكفر يبقى مدنية فيها أحكام فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيها منافقين تتحدث عن المنافقين كمان بتتميز آياتها بطول المقاطع عكس الصور المكة لقلت لك آياتها قصيرة هنا بتتميز آياتها بطولها وطول المقاطع كمان الصور المدنية قلنا كل صورة بيكثر فيها النداء يا أيها الذين آمنوا غالبا بتكون مدنية بنقول غالبا ليه؟ عشان أحيانا تفلت تمانتي قلت لي الصور المكية 86 والصور المكية 28 ده اتفاق بين العلماء يقولك اختلف العلماء على 12 صورة من القرآن إذا كانت مكية أو مدنية قالوا لك الفاتحة الرعد المطففين القدر الزلزلة الرحمن التغابن الإخلاص الفلق الناس الصور دي اختلفوا فيها العلماء هل هي مكية أو مدنية فتلاقي اللي بيرجح مكية واللي بيرجح لكن أنا الأساس اللي قلتهم لك هو ده الغالب الصور المكية شروطها إيه؟ والصور المدنية شروطها إيه؟ طيب صورة البقرة إيه بقى يا طرى مدنية ولا مكية؟ مدنية صورة البقرة من أطول صور القرآن على الإطلاق وأول ما أقولك هي صورة مدنية يبقى بتاعتني بجانب إيه؟ برافو عليكي التشريعات الأحكام شأنها شأن سائر الصور المدنية هتلاقي فيه تشريعات وحتلاقي فيه معظم الأحكام التشريعية موجودة في صورة البقرة هتلاقي أحكام تشريعية في العبادات في المعاملات في أمور الزواج في أمور الطلاق العدة كل ده أعرف أنها صورة مدنية الآيات هتبدأ معنا بقى في صورة البقرة جماعة في الحديث عن صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين سبحان الله الله سبحانه وتعالى في بداية الكرآن في صورة البقرة أراد أن يعطينا وصف البشر جميعا بالنسبة للمنهج وإنهم ثلاث فئات الفئة الأولى هم المؤمنون ربنا هيعرفنا صفاتهم دلوقتي في ثلاث آيات الفئة الثانية هم الكفار هيعرفنا صفاتهم في آيتين وبعد كده هيعرفنا صفات المنافقين في تلاتاشر آية إيه دا؟ يبقى المؤمنين تلات آيات والكفار آيتين والمنافقين تلاتاشر آية ليه كده؟ لخطورة المنافقين على الدين لأن اللي بيهدم الدين المنافق أما الكافر فنحن نتقيه ونحضره لأنه بيعلن كفره غير المنافق المنافق يتظاهر أمامك بالإيمان لكنه يبطن الشر والكفر ممكن يطلع على أسرارك ويتخذها سلاح ضدك فكده البقرة أنا دلوقتي بأعمل إيه يا جماعة؟ بديكي زي ما يكون كده فيو لصورة البقرة بديكي بيعني بقولك صورة البقرة هتكلمنا عن إيه؟ بحيث لما وإحنا ماشيين مع بعضينا نبقى عارفين عندنا خلفية كأني بأخذ مشهد كده لصورة البقرة واللي هتقولهن إيه؟ زي ما قلنا فيه أحكام تشريعية لثلاث أصناف مؤمنين كافرين منافقين ده بليه ربنا بيعرفت أني فيه تلاث أنواع من البشر كأن هنا رسالة حدد لنفسك أيها المسلم مع من تحب أن تكون مع أي فريق تتبع حدد لنفسك أيها المسلم والمسلمة مع من تحبين أن تكون أي فريق تتبعين المؤمنين كافرين منافقين جعليني الله وإياكم من المؤمنين وبعد كده الصورة هتتحدث عن بدء الخليقة هتذكر لنا قصة أبو البشر آدم عليه السلام بعد الصورة هتتحدث بالتفصيل عن أهل الكتاب وقد بارك إنها صورة مدنية إزاي أنا قلت لك أول ما أهل الكتاب من نصارة تعرف إنها صورة مدنية هنا هنتكلم عن مين أهل الكتاب يهود ولا نصارة يهود بوجه خاص بني إسرائيل اليهود إيش معنى لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة لو تفتكري لما قلت لك في سورة الفاتحة إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم اللي هما اليهود وقلت لك غير المغدوب عليهم هناخدهم فين في البقرة ولا الضاليل النصارة النصارة هناخدهم فين في سورة آلي عمران يبقى سورة البقرة هتتحدث بالتفصيل عن اليهود لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة فنبهتنا الصورة نبهت المؤمنين إلى خبص اليهود ومكرهم ونقضوهم للعلم واثيق وما في نفسهم من اللؤم والخيانة هتحدثنا الصورة عن اليهود تلت الصورة يا كتير كده أيوة بدء من آية أربعين إلى آية مية تلتة واشرين من أول يا بني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم يبقى حوالي تلت الصورة كلام عن أهل الكتاب بقيت الصورة بقى تتناول جانب التشريع ليه يا جماعة ليه سورة البقرة فيها تشريعات وفيها أحكام لأن المسلمين كانوا في بداية الإسلامية فهم في أمثل حاجة إلى منهاج رباني محتاجين يثيرون عليه في حياتهم سواء في العبادات أو المعاملات عشان جماع الصورة بيتناول الجانب التشريع أي ويعني إيه يعني زي إيه مثلا تشريعات زي إيه زي أحكام الحج والعمرة زي أحكام الجهاد في سبيل الله زي شؤون الأسرة وما تعلق بها من الزواج والطلق والرضاع والعدة التحذير من معاشرة النساء في حالة الحيض كل ما يتعلق بالأسرة لأنها النواة الأولى للمجتمع وبعد كده الصورة هتتحدث عن جريمة الربا اللي بتهدد كيان المجتمع شوف حملة عنيفة شديدة بإعلان الحرب من الله ورسوله على كل من يتعامل بالربا حين يقول جل وعلا بعد آيات الربا جاء تحذير من ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة الذي يجاز فيه الإنسان على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر حين قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الآية يا جماعة 281 آخر ما نزل من القرآن الكريم وآخر وحي تنذل من الأرض بنزول هذه الآية انقطع الوحي وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمامة آخر حاجة ختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله جل وعلا برفع الأغلال والآثار وطلب النصر على الكفار والدعاء لما فيه سعادة الدارين حين قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفوا عنا واغفل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هكذا بدأت السورة بأوصاف المؤمنين زي ما هذا الوقت وختمت بدعاء المؤمنين وختمت بدعاء المؤمنين ليتناسق البدء مع الختام ويلتأم شمل السورة أفضل التقام دايما إن شاء الله كل ما حيقض معاكم سورة حديكم كده المشهد الخارجي للسورة بتقول والسورة نفسها بتتناول بالضبط طيب دلوقتي فاضل لي قبل ما أبدأ في الآيات الهدف من السورة أيها هدف سورة البقرة الهدف اللي بتدور حوله السورة الاستخلاف في الأرض إيه ده الاستخلاف في الأرض يسلمون مسؤولون عن الأرض وعن خلافة الله فيها بما يرضي وفق منهج وضعه الله يبقى أنا وإنت مسؤولين عن الأرض مسؤولين عن خلافة الله في الأرض بما يرضي وفق منهج وضعه الله طيب الهدف اللي بتدور حولين السورة الاستخلاف في الأرض هنلاقي نموذة في قلب السورة تجربة ناجحة للخلافة وتجربة فاشلة للخلافة تجربة ناجحة بتعرض لنا الصورة تجربة ناجحة هي خلافة سيدنا إبراهيم لتجربة ناجحة للاستخلاف في الأرض وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم هون طب التجربة الفاشلة اللي موجودة في سورة البقرة اليهود واستبدالهم بغيرهم فشلوا في استخلافهم في الأرض وحرفوا الآيات التوراة وزي ما هناخد إن شاء الله عرفنا كده سورة البقرة الهدف منها إيه طب في حاجة تانية الاسم التسمية ليه سمية سورة البقرة بهذا الاسم أقولك إثبات لقضية الإيمان بالبحث إزاي إحياء لذكر تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم إيه اللي حصل في زمن سيدنا موسى قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله عرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بزبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيى بإذن الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهان على قدرة الله جل وعلا في إحياء الخلق بعد الموت طبعاً هقول لكم القصة بالتفصيل إن شاء الله لما نيجي بإذن الله في موضعها حتبقى الآيات من 67 ل73 حتحكينا بالضبط بالتفصيل سور قصة البقرة إيه بالضبط اللي خاصة يبقى إحنا عرفنا التسمية عرفنا فضلها عرفنا الهدف منها إيه يلا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم واتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت أخدنا البسملة وعرفنا إنها مفتاح كل مطلوب وقلنا إن إحنا عنا خدها في أول لقاء فقط بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي لازم برضو أتكلم عن الحروف المقطعة لإن دي أول صورة تظهر لي فيها حروف مقطعة هي في كم قرآن يا جماعة فيها حروف مقطعة عبارة 14 حرف في 29 صورة العلماء جمعوا الحروف المقطعة كلها من الصور واستثنوا منها الحروف المتكتب ورحوا مقعدوها لقوها 14 حرف كم صورة في القرآن بديها بالحروف المقطعة 29 صورة رحوا العلماء مجمعين الـ 14 حرف في عبارة كده في جملة نص حكيم له سر قاطع إيه؟ نص حكيم له سر قاطع أو سحيرا من قطعك خجي السهلة منها المهم حتى لو أنت بيش حفظها بس أنا أقضي على أساس إن إيه؟ تبقي عارفة إن الحروف المقطعة دي 14 حرف في بداية 29 طيب الألف إيه الهدف؟ الهدف إن ألف لام مي على فكرة لحظي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب مش كده؟ فكان لا يعرف أسماء الحروف فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف ألف لام ميم ده يكون إعجاز من الله بأن القرآن ده موح به إلى محمد صلى الله عليه وسلم مش كده؟ فبتبدأ أول سورة البقرة ألف لام ميم بنتمتق بأسماء الحروف ألف لام ميم سورة الشرح بننطقها بمسميات الحروف فنقول ألم نشرح لك صدر نقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفير لكن هنا بنقرأ بنقرأ الحروف بإيه؟ بأسماءها وليس بمسمياتها زي سورة الشرح وزي سورة الفير طب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى هزوهم أهو أمي؟ ده دليل على إعجاز القرآن سمعها من الله كما نقلها جبريل عليه السلام أطلق ذي ألف لام ميم بتقرأ وحروف استقلالية ليه؟ لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن إننا بناخد حسنة على كل حرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يبقى ألف لام ميم طب بداية الحروف المقطعة الهدف منها إيه؟ احفظيها بقى جيحة تبقى استنبقى إن شاء الله في كل صور القرآن اللي بجي بالحروف المقطعة هنقول إيه؟ تنبيه على إعجاز القرآن إن هذا الكتاب مكون من نفس الحروف الهجائية اللي بيكلم بيها أهل الفصاحة والبلاغة من أهل مكة اللي هما بيقولوا إن أهل مكة بيقولوا إن محمد صلى الله عليه وسلم ألف القرآن ده من عند نفسه وإنتوا أهل الفصاحة والبلاغة فربنا قال لكم الكرآن ده اللي بين إيديكم الكتاب ده مكون من نفس الحروف اللغة العربية اللي أنتوا أهل الفصاحة والبلاغة فأعتوا بمثل هذا القرآن إن استطعتوا يبقى ديان تنبيه على إعجاز القرآن إن هذا الكتاب منظم أو منظوم من عين ما ينظمون منه كلامه فإذا عاجزوا عن الإتيام بمثله فذلك أعظم برهان على إعجاز القرآن يبقى لما حد يسألنا الحروف دي ذكرت في أوائل الصور ليه بيان لإعجاز القرآن وإن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله مع أنه يذكر الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها عشان كده الإمام ابن تامية بيقولك حاجة كل صورة أفتتحت بالحروف المقطعة لابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته يعني كل صورة فيها حروف مقطعة لازم بعد الحروف المقطعة على طول ذكر القرآن أو ذكر الكتاب يعني مثلاً هنا عندنا ألف لام ميم وراها على طول جاء إيه ذلك الكتاب سورة الأعراف ألف لام ميم صاد وراها على طول كتاب أنزل إليك لازم ذكر الكتاب سورة لقمان ألف لام ميم تلك آياته الكتاب الحكيم سورة الدخان حاميم والكتاب المبين أني لازم تبقى عارفها خلاص دلوقتي الحروف المقطعة انتظري على طول الآية ورا منها حديثة عن إعجاز القرآن عن القرآن نفسه طب أنت بتقولي سورة البقرة بديها بألف لام ميم في كم سورة في القرآن بديها بألف لام ميم إذا وفيه صور تانية آه ست صور عشان أقولك عشان ما تلغبطيش البقرة وآلي عمران وربعة وبعدين أربع صور وربعة في الجزء العشرين والواحد وعشرين العنكبوت الروم لقمان السجدة يبقى أنا عندي ست صور بدي عمران وربعة 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 العنكبوت والروم واللقمان والسجدة دي أربع صور بديهم بألف لام ميم ألف لام ميم خلاص عرفنا الحروف المقطعة ذلك الكتاب ذلك الكتاب ولا ريبة فيه هدى للمتقين ذلك أصد بيه يا جماعة الكرآن وصف الله سبحانه وتعالى الكرآن الكريم بأنه كتاب ليه أصل الكرآن هو الكتاب الجامع لكل أحكام السماء من بداية الرسالات حتى يوم القيامة ولن يصل إليه تحريف أو تبديل زي الرسالات السابقة لأن ربنا قال إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فكأن هناك مكانان لحفظ القرآن الصدور والسطور فإن ضل الصدر تذكر السطر أو الثاني هناك مكانان لحفظ القرآن الصدور الناس اللي حفظاه والسطور اللي مكتوب فإن ضل الصدر لو حد نسى تذكر السطر يبقى بيسمى كتاب لأن هذا الكتاب جامع لكل الأحكام السماء حتى يوم القيامة ولو لم ينزل هذا الكتاب ما يعرف الناس المنهج الذي يقودهم إلى الجنة كتاب معنائي معنائي أنه لا يحفظ فقط في السطور ولكن يدون في السطور ليبقى محفوظا إلى يوم القيامة ذلك الكتاب على فكرة بيسمى قرآن كمان لأنه مقروق يبقى بيسمى كتاب لأنه مكتوب ويسمى قرآن لأنه مقروق ذلك الكتاب يعني هذا القرآن عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا ريب فيه لا شك في أنه من عند الله لمن تفكر وتدبر لأن كفار مكة كانوا بيقول أنه محمد عليه الصلاة والسلام مؤلف هذا القرآن من نفسه فجي في سورة البقرة ذلك الكتاب لا شك في أنه من عند الله لمن تفكر وتدبر لا ريب فيه هدى للمتقين هذا الكتاب ربنا بيقول إيه لا ريب فيه هدى لا شك في أنه من عند الله لمن تفكر وتدبر أو ألقى السمع وهو شهيد وقالك هدى للمتقين هاجي للمؤمنين المتقين الذين يتقون سقط بامتسال أوامره واكتناب نواهي ويدفعون عذابه بطاعته طبعا أنت قلت لي هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الهدى الهداية دي كم نوع الكلام اللي بقوله برضو المرة دي هيكون أول مرة بعد كده أنشأ أول مرة الكرام أنواع الهداية كم نوعين يا جماعة هداية دلالة وهداية معونة هداية دلالة دي يعني إيه كلنا نملكها أنا وانت وكلنا نملكها اللي هما الرسل يملكوها اللي هي إيه إن إحنا ندل للناس على طريق الخير وده طريق الشر طب هداية الدلالة دي مين يملكها الكل يملكها الرسل يملكوها أنت تملكيها أنا أملكها الكل عشان كده دي اللي ربنا قال للنبي إيه إنك لتحدي إلى ثبات المستقيم في سورة الشورى إنك لتحدي إلى ثبات المستقيم نبلιο بيحدي هداية إيه دلالة طب هل النبي صلى الله عليه وسلم إيه هداية المعونة دي أنا قلت لك نوعين هداية دلالة إنه بنرشدك للطريق الصح هداية معونة أنا أرشبتك للطريق الصح أنت ماشيتي في الطريق الهداية ده يبقى لك نوع تاني من الهداية عندك اسمها هداية التوفيق ربنا يوفقك في طريق الهداية اللي أنت ماشيتي فيه ويكملك في طريقك ويوسعلك في طريقك يعني إيه ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبك ومرة تانية لا تهدي إلى صراط المستقيم هو النبي بيهدي ولا ما بيهديش النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية دلالة لكن لا تهدي من أحبك ما يهديش هداية المعونة هداية المعونة دي لا يم El Allah وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمه يبقى ماء أول ما اسمع كلمة هدى أعرف إن في نوعين من الهداية هداية وهداية معونة فممكن حد يجي لهم هداية الدلالة ويرفضها أما سمود فهديناهم هديناهم اه عطيناهم هداية الدلالة فاستحبوا العما على الهدى هم اختاروا كده طب في ناس سنين أخدوا الهداية واهتدوا أكثر آه ربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى يبقى هداية الدلالة كلنا نملكها هداية المعونة لا يملكها إلا الله لا ريبة فيه هدى لمين للمتقين المتقين بقى أنا مش هقدر أعدي الآية دي غير لما أقولك صفات المتقين لما أقولك يعني إيه معنى كلمة المتقين وبرضو المراتي إن شاء الله أول مرة بس سمكوني لو أنا هتول عليكم عشان لازم أعرف التقوى اللي هتذكر في الكرآن هي التقوى بتذكر في الكرآن كتير 258 مرة يا 258 مرة منها 70 مرة بصيغة الأمر بالله عليكي طالما كلمة كده ذكرت في الكرآن 258 مرة يبقى كلمة دي ايه مهمة جدا التقوى دي جماع الخير كله التقوى دي وصية الله تعالى في الأولين والآخرين وعلى أساسها بيطف بشر يعني شوف يقولك التقوى وصية الله للأولين والآخرين حين قال في سورة النساء وَلَقَدْ وَصَّيْنَا لَتْمَنْ كَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتْتَقُوا اللَّهِ تب يعني إيه تقوى انت بتقوليه تقوى أيوة معناها إيه عايزة أقولك كذا تعريف كل تعريف أحلى من التالي يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك يبدو حيث نهاك ولا يفقدو حيث أمرك التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى اني تجعلي بينكو من عذاب الله وقاية أيوة أعمل إيه بفعل المأمورات وترك المحزورات التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله بص acceleration التقوى معناها إيه ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله هي دي التقوى طب أنا إيه يعني لما أنا أبقى من المتقين يعني لأول عايزة أبشرت بكلمة جميلة حينادى يوم القيامة أين المتقون معاذ بن جبل هو اللي بيقول كده رضي الله عنه يقول لي يوم القيامة أين المتقون يارب جعني وإياكم منهم قولوا آمين ينادى أين المتقون فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب عنهم ولا يستتر عشان كده عبد الله بن مسعود لما بيقول اتقوا الله حقا تقاطي قالوا كيف ذلك قال أن يطاع فلا يوصى أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر طب أنا بقيت من المتقين إيه الثواب اللي حقده عدي معايا بقى واحد معية الله إن الله معا إيه رأيك لما ربنا يبقى معاك في كل لحظة نمرة اتنين حب الله إيه رأيك لما ربنا يحبك إن الله يحب المتقين نمرة تلاتة تكفير السيئات زنوبك تغفر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرة إيه تاني تفريج القرب اللي عندك ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب إيه كمان الفرج والأمان فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولهم يحزنون إيه كمان الجنة ليك الجنة أيوة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدك للمتقين إيه كمان الفلاح والتوفيق عايزة ربنا يوفائك في حياتك واتقوا الله لعلكم تفلحون عليك بالتقوى عايزة ربنا يتقبل منك الأعمال إنما يتقبل من المتقين فوق كل ده عايزة ربنا يمنعك ويحميك من الفتن اللي إحنا فيها تقوى الله سياج منيع من الفتن حص محاصين من المحن وفرقان بيد الحق والباطل كما قال في سورة الأنفال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله زر فضل العظيم طب انت حبيتين في التقوى أقولك في ثلاث أركان تتحقق التلاتة دولة أنت كده حققت التقوى فعلا لأن التلات حاجات دولة مترابطين ببعض ليه؟ الإيمان لو أمنت بالله من يؤمن بالله والبعث بعد الموت المتمثل في سواب الجنة وعذاب النار لابد أن يخاف الله ويخشان طب والخوف ده هيعمل إيه؟ حيدفع المخائف إلى طاعة الله مش كده؟ لأنه شاعر دايماً إن ربنا بيسمعه ويبصره ويسجل عليه طب والطاعة دي هتعمل إيه؟ طاعة فعل الخير الذي دع الله ورسوله إليه وترك الشر الذي نهى الله ورسوله عنه يبقى كأن عايزة يبقى لك ذات في الدنيا تمشي في الدنيا دي ومعك تزودي بي أقول لك تزودوا فإن خير التقوى أختم النهاردة بإيه؟ أني طرت أن تسيري في طريق طويل نهيت الجنة فليكن لك ذات لا ينفت وتزودوا فإن خير الذات التقوى وليكن لك رفيق لا تهجري كتاب فصلت آياته عيد الكلمة دي تاني إذا اخترت أن تسيري في طريق طويل نهيت الجنة إيه رأيك؟ تيجنا وإنتم نختار؟ نمشي إن شاء الله مع بعض في الطريق ده؟ طريق طويل نهيت الجنة؟ إذا اخترت أن تسيري في طريق طويل نهيت الجنة لازم يبقى لك ذات وليك رفيق فليكن لك ذات لا ينفت تزودوا فإن خير الذات التقوى وليكن لك رفيق لا تهجري كتاب فصلت آياته اللي هو القرآن الكريم لباس التقوى ذلك خير صد الله عليه وسلم أشكر صدره ثلاث مرات وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا إذا اتقى القلب اتقت الجوارح وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح والعياذ بالله دليل على قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله عايزة تديك كلمة السر اللي تدخلي بها الجنة التقوى التقوى كلمة السر لو استخدمتيها تعيشي بسعادة الدنيا موصولة بسعادة الآخرة رزقا إياكم سعادة الدنيا والآخرة مع زيرة إن أنا قطلت بس ده في أول لقاء بس لإني بحط القاعدة العريضة اللي حنمشي عليها بعد كده أنا عارفة إن أنا أخدت أيتين فقط لازم ناخد اللي إحنا أخدناه ده المرة الجاية إن شاء الله نبدأ مع بعض بإيه صفات المؤمنين الآية 3 و 4 و 5 صفات المؤمنين المتقين ناخدهم إن شاء الله في اللقاء القادم اللهم كان من خير أو توفيق فمن الله أحمده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان أستغفر الله منه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر